بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف ليبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيدوا لك كيذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاوين الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإصحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وآخره وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف وإطرحوه أرضا يخل لكم وجوا بيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكلوا الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإنا كلاه الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبينهم بأمرهم هذا لتنبينهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام هو أسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاوين الأحاديث والله غانب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسمين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت سيتلك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عن رسوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه عذاب أليئي قال هي راودتني عن نفسي وشيد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف وعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نصوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وأعتدت لهن متكآ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت 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 اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقل وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن نواك من الجاهدين فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتاويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القرار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بمع سنين وقال الملك إني أرى سمع مقرات سمان سمان يأكلون سمع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك أتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم إن ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق ونرى واتبع عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لما خنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به يستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترونني إيءوا في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني بي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا 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 يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا لول حافظون قال هل آمنكم عليه إلا إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفر وخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به لتاتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وإليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتيس فلا تبتيس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن الأية والعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا كله من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخد فاخد أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فردتم في يوسف فلما برح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيو التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيئسوا ولا تيئسوا من روح الله إنه لا ييس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لنت يوسف قال ليوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إنه من يتق ويصبر إنه من يتق ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه إفرتد مصيرا قال لما قل لكم قال لما قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا بناها إنا كنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفوء الرحيم فلما دخلوا على يوسف فآوى إليه أبويه وقال آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال ورقى أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحادي فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن ذلك من أنباء غيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكعون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إنه إلا ذكر للعالمين وكين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفامنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسئروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعخلون حتى إذا استيس الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء لا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر